اخوتي العزاز تبارك الله عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بزيانين اخوتي العزاز اليوم سأعطيكم المعلومات على واحد لطيسما بدات جديدة فطنجة تجزئة بدات جديدة انه واحد للعوامة على جديدة الفيديو هذا لان بزال دي الاخوان الاصدقاء الناس اللي تتابعيني اللي عايشين على برا ديشا كانوا يعيطوا لبزاف يقلبوا على شي تجزئة بدات جديدة خاصوهم يشريوا من الشركة من البيرو ديالهم هما وانا اليوم ها جيبت لكم واحد جزئة يالله بدات كتبيع يالله بدات في الاشغال دياله يبدو كيبيعوا تجزئة رائعة الاخوان جدا لي بغى شي حاجة مرحبا بي انا غادي نعطيكم جميع المعلومات ولكن ما صورت الجزئة ومعا نقول لكم شي التامان لان مول جزئة قلي ما تصور شي وما تعطيش الاتمنة حتى تكون معنا في البيرو او لا ديكسار تصل معايا بالخص وغادي نعطيك التامان وغادي نعطيكم جميع التفاصيل الاخوان هاتجزئة هادي كتواجد في طانجة في منطقة ديال العوامة جات بلصة زوينة جات قريبا جات بين الجمبورية وبين الغازي دايرين بها السكان كاملا تجزئة زوينة بزاف مولها داير فيها ملعب ديال الكورة داير فيها سبيطار داير فيها المدراسة وداير فيها مركز تجاري بنسبة عن البقعة ديال الارض كين طرقان ديال الـ 12 وطرقان ديال الـ 15 وطرقان ديال الـ 20 بنسبة للمساحة كين تمانين متر كين تسعين كين مية وخمستاش بنسبة للمساحة ريكين بزاف ديال المساحات انا ما بقيتش عقل على كل شي من بعد غدين نزل لكم كين تشوفوه اخوان اللي بغا شي حاجة يجي مرحبا بيه كتخلص 50% كتخلص النص ديال المجموع من بعد ما اللي كتتسلم على عموص كتتكمل اللي باقي لك وكي يخرج ديته في السمية ديالك هذا هو القانون ديال التجزيئة اللي كتتبدأ جديدة اي تجزيئة بدات على هدوة الاجراءات اللي كتتدير كتتخلص في الوراق 50% من اللي كتتتقرب تسالي كي يعيطو لك باش كتتتكمل اللي باقي وكتتسلم لك الوراق ديالك الاخوان ادوة المعلومة ديال الجزيئة هذي إلا كينش حاجة لبغيت تتسول عشي حاجة اكتار النمرة ديالي ديال الواتساب 06-62-62-1368 وان شاء الله ما يكون غير خير وحنا غيسباب والكمال على الله انا موجود دائما معكم اه تواصلوا معايا وان شاء الله ما يكون غير خير بيرو هذي تقلسوا مع الملشي وهيكون غير ان شاء الله وشكرا اشتركوا في القناة